لم يتخيل أحد قبل عام 2003 أن يصبح العراق بؤرة نشطة وسوقا لتجارة وتعاطي المخدرات لكنه كان عاما مصيريا جلب معه مختلف صنوف الدمار والأزمات التي ما تزال تطوق العراقيين يوما بعد آخر تتوالى التقارير الفاضحة لمدى انتشار المواد المخدرة والمدمرة لعقول الشباب العراقي آخر هذه التقارير صدر عن وكالة شنخوة الصينية التي أكدت تعاظم الأزمة بفعل عوامل مركبة جلبها الاحتلال الأمريكي للبلاد من أبرز عوامل انتشار هذه الظاهرة التي باتت شريحة الشباب أكبر ضحاياها هي البطالة والفقر وتردي منظومة الرعاية الصحية وغياب الرقابة الحكومية وتلعب الحدود دورا فاصلا في تفشي هذه الآفة لا سيما أن المحافظات المحاذية لإيران وسوريا والتي تسيطر عليها الميليشيات كميسان والبصرة والأنبار هي الأكثر تضررا بتجارة المخدرات كما يشير التقرير كل ذلك يتطابق مع تقرير آخر للأمم المتحدة كشفت فيه أن ثلاثة من بين كل عشرة شباب في العراق يدمنون المخدرات كما أن واحدا من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى مادة مخدرة وبحسب التقرير الأممي فإن شخصيات حكومية متنفذة متورطة بدعم العصابات والجهات المسؤولة عن هذه التجارة التي تدر عليها أرباحا طائلة عبر تقديم التسهيلات لهم في إشارة صريحة إلى الميليشيات لا سيما أن هذه الميليشيات المرتبطة بإيران تسيطر على المعابر الحدودية كما أن تجارتها اتسعت واخترقت جدران السجون لنشر آفة المخدرات بين المعتقلين كما تشير مصادر حكومية ومع كل ما يمر به العراق اليوم لا يبدو أن هناك انفراجة قريبة تطوي صفحة المخدرات التي تغيب عقول الشباب العراقي وهو ما يترجمه ازدياد معدلات الجرائم والقتل والانتحار بشكل غير مسبوق في البلاد